أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنها أرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفوتت مستويات تقدمها وهنا تقدر الإشارة إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية إذ لخص ما نحن بحاجة إليه في عالم اليوم من سمود في مواجهة وباء كوفيد-19 وأمل في التعافي منه الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية تليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية بل ويكسبها أولوية قصوى ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن أستعرض من خلال هذا المحفل المهم رؤية مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة والعدد من المنظمات الإقليمية للواقع الدولي وإسهماتها في مواجهة التحدات التي يشهدها عالمنا اليوم السيد الرئيس تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقاً لقدرتها على توفير الأعداد اللاذمة من اللقاحات حيث تستأسر الدول المتقدمة بالنسبة الأكبر من إنتاج العالم منها وتشير مصر على وجه الخصوص إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لإحتياجات القارة الإفريقية حيث باتت قارتنا الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى لا تقل خطورة عن فيروس كورونا ولذا حرست مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلوية احتياجات مواطنيها ولكن أيضاً للتصدير إلى القارة الإفريقية الحضور الكريم أن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعاً تكرسة على مدى عقود هو القصور في التعاون الإقليمي والدولي وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي لأشمل مجموعة الدول المتوسطة الدخل فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية كونها تضم غالبية سكان العالم لذا فهي مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي وعلى ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في إطار صندوق النقد الدولي ترى مصر أهمية بالغة في استطلاع السبل الملائمة لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي بما يشمل الدول من خفضة ومتوسطة الدخل وفي هذا الإطار تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية والدول المتوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل المؤسس وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات السلة السيد الرئيس إن اقتناعنا راسخ بأن التنمية تضم إطارا شاملا لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهود بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات من هذا المنطلق طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر وذلك انطلاقا من إيماننا بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخا صحيا يزاهر في إطاره الفكر الحر وتنشط فيه حركة الإبداع فترفع بعجلة التقدم إلى الأمام السيد الرئيس تعي مصر جيدا الخطر الذي يمثله التداخل البيئي على كافة مناح الحياة وعلى مستقبل الأجيال القادمة بل وعلى وجودها خاصة تغير المناخ واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع مما بات ينزل بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها وتداركا لعلم تدور الأمر إلى تحديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للإطلاع بمسؤوليته في هذا الملف ودعم وتعزز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرة الشعبي البلدي مسردنا في ذلك ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في أحوال الأنهار الدولية السيد رئيس الجمعية العامة الحضور الكريم قبل أن أختتم حديثي إليكم أود أن أشير بشكل خاص إلى ما يسل العمل متعدد للأطراف من أهمية بالغة تتضاعف مع مرور الزمن نظرا لزيادة تحديات وتنامي المخاطر وإنشاء مصاعب مستجدة على عالمنا فيظل العمل متعدد لأطراف وسيلة للنجاة من احتدام المواجهات وتصاعد الخلافات إنما يشهد عالمنا اليوم من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظا على الإنسانية بأسرها هذا نداء توجه مصر إلى أشقائها في الإنسانية دعونا نتكادف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان مؤتمدين في تعخيق هدفنا على قوة المنطق لعلى منطق القوة شكرا لكم على حسن استماعكم وأرجو لنا جميع دورة موفقة وناجحة شكرا لكم